خطة استراتيجية إلهية وضع لنا ربنا الحكيم خطة استراتيجية حكيمة لنحيا بها ونعيش فيها وفق حياة ملؤها الآلام والآمال لنلقى الآجال بروح منطلقة نحو باريها وبهمة تواجه كل ما يعتريها وبعزة تقف في وجه ما يجاريها إنها الحقيقة الكونية التي يجب أن نؤمن بها ونعيش في قوانينها إنها آية في محكم تنزيله وردت في صورة عظيمة قال جل جلاله فيها فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إنها صورة الشرح التي شرح الله بها صدر نبينا العظيم والتي شرح الله بها صدورنا ووسع رحابة قلوبنا فهي غذاء لنبض القلوب ومضاد حيوي لجوارحنا ومناعة لأجسادنا في دنيا الشقاء والتعب ومن منا لا يصيبه الإرهاق والنصب من جراء ظروف الأيام وصروف الزمن وتداول الحقب كل منا معرض إلى ذلك ووقتها نحتاج إلى عزيمة تقوينا وإرادة توقظنا لنواجه بها معركة الحياة والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق كيف لنا أن نتقبل ما نلقاه من ضجيج الإنشغال وتشتت المهمات والمسؤوليات والضيق والحنق هنا سنتأمل الآية ونتعمق في معانيها العظيمة فإن شعرنا بالفراغ فعلينا أن نبادر لإنهاء مشاغلنا الدنيوية ونرتب أولوياتنا ونستثمر أوقات فراغنا في كل نافع وناجح فمن العناية بالنفس وأداء حقها من العبودية إلى صلة الرحم ووصد الآخرين والمعاملة الحسنة والعدل والصبر والمساواة في المعاملات في إطار من الوسطية الحقة والمبادئ الإسلامية القيمة فلو جعلنا الليل لباساً والنهار معاشاً فقد نظمنا ساعة الزمن ولو اتخذنا لحياتنا مصاراً باتباع قوله وابتغي فيما آتاك الله بدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا فقد رتبنا جدول أيامنا وقراراتنا وعرفنا واجبنا في الدنيا وحق الآخرة علينا فلنحيا جميعاً وفق خطة الكون الإلهية خطة الخالق العظيم الذي وضع أقدامنا على الأرض التي استخلفنا فيها ولنعمل ونسعى ونتحمل ما يصادفنا من تعب ووصب ولا ندعو للجزع وتهويل المواقف سبيل ولنجعل سبيل الله لنا سبيلاً ونهجه القويم لنا منهاجاً ودليلاً نعصم به من ويلات الدنيا وعقباتها ونرحم به يوم القيامة وتذكر أن اليسر يغلب العسر والفرج يهزم الضيق وأختم بقول الشاعر إذا اشتد بك العسر ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين إذا أبصرته ففرح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر